ملك ولا رئيس ولا سلطان فبتقول ايه انا الملك اريب مني ولا انا قريب من الملك يلا لا بتقول انا قريب من الملك بتقول انا ابويا اريب مني ولا بتقول انا اريب من ابويا لا بتقول انا اريب من ابويا فهمت يبقى للصغير اللي بينسب نفسه الكبير مش تقول ان ابويا اريب مني أنا أمي قريبة مني لا أنت اللي تكون قريب من أمك أنت اللي تكون قريب من أبيك عرفت الفرق في المعنى خشي بقى على الآية اللي عاوزين نستطعم معناها المولى منكرمه وتحببه وتقربه إليك بيقول وإذا سألك عبادي عني ركز معايا ركز معايا ومتتكلمش مع أي حد ركز معايا ومتتكلمش مع أي حد واخد بالك وإذا سألك عبادي عني ما قالش فأنت قريب إنما قال فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان ما قالش إذا سألك عبادي عني فأنت قريب لا هو اللي قريب شفت أكرم من كده رب شفت أعظم من كده إله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه فادعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واحد من الصالحين وإفدع ربنا يروى عنه أنه وقف وقال اللهم أنت القائل فمن تاب من بعد ظلمه وآمن فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وأنا أصلحت وآمنت فاجعلني من المغفورين يا رب العالمين إن لم أكن أهلا لذلك فأنت القائل وكان بالمؤمنين رحيمة وأنا من المؤمنين فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت القائل ورحمتي وسحت كل شيء وأنا شيء فأغفر لي فإن لم تغفر لي فأي مصيبة عندي بعد ذلك فأنا داخل في قولك بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله إن إليه راجعون ففوضت أمري إليك يا رب العالمين اللهم صلي عليك يا سيدي يا كاشف الغمة والسلام عليكم ورحمة الله